وبدأت المؤامرة على قتل صالح يقول الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون إذن بعد ما قتلوا الناقة الآن تعامروا على قتل صالح وفعلا استعدوا لقتل صالح وجهزوا هذا الرهض التسعة ومعهم من يساعدهم وتوجهوا إلى بيت صالح ليدمروه ويقتلوه هو ومن معه يقول الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وطومهم أجمعين أول تدمير نزل نزل بهؤلاء التسعة ارتجت عليهم الأرض ونزلت عليهم الصخور فقتلتهم إنا دمرناهم ومكرناهم وأهلهم أجمعين فبدأ التدمير بهؤلاء التسعة الذين يريدون قتل صالح عليه السلام ثم بدأ العذاب صالح عليه السلام في تلك الليلة التي دمر الله سبحانه وتعالى بها أعداء هؤلاء التسعة فرق هو ومن معه خرج من الحجر أصبح الناس وإذ مشهد عجيب في اليوم الأول من أيام الإنذار كل قوم صالح كل ثمود وجوههم صفر وجوه صفراء فبدأوا يبكون أول علامات الإنذار في اليوم التالي انقلبت الوجوه فإذا هي حمراء كل وجوههم حمراء في اليوم الثاني من أيام الإنذار في اليوم الثالث أصبحوا وإذ كلهم وجوههم سوداء فأخذوا يبكون ويولولون ويصيحون وبدأوا يحفرون القبور فلاص عرفوا أن الأمر حق وأنه لا مفر وجاء العذاب ليس عذاب واحد كما حدث لعاد ريح وليس عذاب واحد كما حدث لقوم نوح بالطوفان وإنما أصناف العذاب أصناف العذاب لأنهم جاءتهم آية على شروطهم وكفروا بها أول ما بدأ الأمر بدأت الرجفة بدأت الأرتهتز فسقطوا على أرجلهم ما استطاعوا يقفوا جثموا ما استطاعوا يقفوا ثم بدأت الصواعق تنزل عليهم ثم ختم الأمر بصيحة أهلكتهم أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين سقطوا ما استطاعوا يقفوا يقول الله سبحانه وتعالى وفي تمودة إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تمتعوا ثلاث أيام فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ما استطاعوا يقفوا وما كانوا منتصرين يقول الله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ويقول تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر دمرهم الله سبحانه وتعالى فتتهم فتدمرت تمود بأجمعها ونجى الله سبحانه وتعالى صالح ومن معه فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وبقيت آثارهم إلى اليوم من يمر في شمال غرب المدينة يرى مساكنهم إلى اليوم في مداء صالح يقول الله سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون حتى لا تشكون في أن القصة حق ترك الله سبحانه وتعالى مساكنهم إلى اليوم ليراها الناس وهاجر صالح من ذلك المكان يقول الله سبحانه وتعالى فتولى عنهم وقال متحسرا على قومه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وهاجر صالح عليه السلام ومن معه إلى فلسطين الأرض المباركة وسكن في الرملة في مدينة الرملة ومات هناك عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى غزوة تبوك مر على مداء صالح فذهب بعض الصحابة فأخذوا الماء من آبار مداء صالح وأخذوا أخذوا بعض الأواني فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالآن أن تكسر وبالماء أن يهرق وبكل طعام صنع من مائهم أن يرمى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعدبين إلا أن تكونوا باكي لا أحد يزور مداء صالح يتفرج عليها كما يتفرج على آثار رومانية ولا غيرها ما تدخل هذه الأماكن إلا وتتذكر قدرة الله عز وجل وجبروت الله عز وجل الذي تبدى في هؤلاء فما تدخلها إلا باكيا وفي رواية أخرى فإن لم تبكوا فتباكوا لألا تكونوا من القوم الظالمين ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وهكذا انتهت قصة تمود مع صالح التي ذكرت في القرآن أكثر من ستة وعشرين مرة موعظة وذكرى للمؤمنين وعاش الناس ورجع الإيمان مرة أخرى ثم بدأ الانحراف من جديد وجاءت وسوسة الشيطان من جديد وانتشر الكفر في فلسطين وفي أرجاء الجزيرة وفي العراق وفي مصر في كل مكان انتشر الكفر وبعث الله تعالى في هذه المرة نبي هو من أعظم الأنبياء من أولي العزم من الرسل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر